محظوظين كتير نستقبل لما لوان بوالوفايم استثنائياً اليوم الخميس لأنه حاولنا نهار الأحد نكون سوا وساعدين جداً إنه رانيا وانا المخاولات بايد بالفشل بس أنا مبسوطة أنه اتنانية تكون على شديد موجودين اليوم وأنه رح كون معكم إن شاء الله ما يطلعنا مباشرة لا 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 أهلا وسهلا فيك ما بدنا نفكر بهيك شيء نعطي positive vibes وراح يكون الحديث أكيد بشكل مطور معي عن مسيرتيك عن كل هيك التعدد المواهب اللي عندي كيها والأعمال بس بشكل خاص رح منحكي عن فيلم اسمعي لسن طبعا لفير البعرق تنجية اللي كانت أول تجربة تمثيلية معي مزبوط أول مرة كيف تخف بايد شانس رح نرجع نقول لحتى إذا الناس ما سمعونا ديك المرة سأبني حظ أنه غيدة مجذوب صحبته هي عرفت أنه عم بعمله كاستينج وقالت لي أنت بدك تمثلي ألا مشي معي فرحنا لنمثل دور معي بس فيليب وقتها شايفني قال لي لأ رح تمثلي أم البنات اللي همني لأبطال الفيلم شو كان مفروض يكون الدور كان مفروض تكون واحدة من السيدات يلي بتكون بالكافي أوكي بعدين قال لي لأ أنت عندك فضل هيدا الدور لأليك عندما تكون يعني ميك أوفر كونسولتنت يعني بمحال ما رح تعملي كريتيك على حدا ما هيك بتحطي حالك بسهولة بموقع أنه هلأ الناس بدأت تعطي رأيها فيها وبدأت تقول لك أنت هون منيحة بس هوني كان لازم أعمل هيك يعني هيدا أصعب شيء هيدا يعني هون الواحد دايما بدو يفكر إذا بعد كذا سنة أنت بتقول لي حمد الله أنا ناجحة ما فيك تعملي كمان فشخة ناصة هلأ الكريتيك بدأت تجي إن كنت بالسينما أو إن كنت بالتيفي يمكن بيعملوا كريتيك على تيبيع أو وتأبر يعني ما حدا معصوم وأنا كتير بسمع بس دايما عندي جواب بدأت جواب نعم عندي جواب ليش لا أجباري يمكن بالإعلام أو كل أشخاص بيظهروا على الشاشة أنه يكونوا عم يردوا ناس وما عم يردوا ناس فيك تبدك للعالم بالتمثيل كيف كان لرادة الفعل؟ هلأ التمثيل أنا دور دور مثل ما بيقول فيليب تسكي رول بأي معنى أنه أنا من وراي بدو يصير شيء فالدور منه كتير يعني طويل بس فيه امباكت فيه شخصية أنا عم بلعب دور شخصية بتشبهني وما بتشبهني هي شخصية وكأنه شخصيتان لأنه بيتحول الدور كليا بين أول الفيم وموته وآخره مزبوط يعني مزبوط يعني في عندك هالتحول هالتحول قوي بس وقتا شفت الرول بيشبهني يمكن بشكلي بموقعي مفروض بس أنا ما عندي هالفرق بالطبائية هون كان صعب بدألعب دور أنه أنا مش طايقة هالشاب يلي هو على أساس ما مش طايقة هالشاب يلي بتحكي معه بنتي شوي سنوب انت عاكل حال بالدور يلي عم بتقديه حبيت عاكل حال بشكل خاص بشكل خيات يعني عام بلك هيد الشغل اللي منا موجود فيه ونجابرت ألعب هالدور قبل ما نكمل نحكي عن هالدور لما رح نحضر التريلر تبع فيلم سماعي يلي تدى الأسبوع الماضي بالصليت اللبنانية رانا تعرفي شو اسماعي اسماعي رح نركب ميكرو إجعت ألفا من الخليج رح نحكي موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لما لوان بيدور والدة هالصبيتين واحد منهم تتعرف على شاب جديد اسم وجود في علاقة بينهم ولكن انت ما حبيت يعني ما حبيت هالشخصية كتير لانه مش من المستوى اللي انت بتشوفيه لبنتيك وزوجك وجوزيف بنصار كمان ممثل يعني معلوف جدا شو كان اصعب تمثل مع ناس جديد يعني هادي اول مرة فعلا بمثل يارم عامل كذا عمل بس انه جوزيف عنده تاريخه بالسينما طبعا يعني اول شي مبسطت كتير انه اول رول عم بلعبه مع فليب عرق تنجي يعني اسم كتير كبير وبدى يمثل حتى لو هلقت جملتين مع جوزيف يعني نحن تعرف التصوير ما كان كل الوقت سوا يعني مش سوا الرول يتصور في عنا مشهد تصور سوا يلي هو بالاخر ويلي بيقطع القلب بالاخر واول شي مع بنتي بالمشهد بيكون هو كمانا موجود ما في يعني بدك تستوعب الفيلم كله كله يعني بدك تفوت فعلا بالجو لانه كله متكامش بس شو صعبتي بالتمثيل يعني هل انه تفوت بالدور صعب حضرتك ام لصبيان مش ام لبنات يعني هل هون كان فيه صعوبة انه تعيش الدور تعيش الحزن والفرح يلي موجودين بالفيلم تعيش العلاقة يلي مع ممثل معروف كتير طبعا يعني شو كانت الصعوبة يلي هيك بأوقات يمكن نقذتك أو هيك الصعوبة كانت اذا بدي أقول لك وهاي دايما نقول لك ما بديك دالك تفكر I want to do well يعني ما بدي افشل كان بس بالي ما افشل اكيد الدور كان بدي استوعبه وبمطرح يعني كنت انا عم بعم تسلح حالي يعني كان كل شي جديد لقلي هلأ اذا بتقليلي يمكن مرة تانية شو بدي يصير صرت أعرف عشو بدي ركز أكتر عشو يعني كيف يعني بلاشت تفكر بالمرة تانية ليش لا مفروض يعني ما فيه الواحد يفكر بشي فات عليه ويقول خلاص يلا هلأ وفعلها ميزون لو يمكن لو لو اعتبروني فاشلة يمكن اذا حدا اجا قال لي انت ما كنت مليحة بالدور اكيد ما بفكر بشي تاني وبختفي على الوجود يمكن شي على كل حال من مجرد ما عملتها لخطوة الاولى معناتها فيه رغبة بالموضوع كنا عم نحكي المرة الماضية بانه كأنه بيجي التمثيل هيك تتويج لمثيرة اعلامية يعني هالاشخاص اللي بيطلعوا بالاعلام ان كان كامدج كونسلتنت او كمقدمة برامج مثل لما لواند يعني بيوصلوا لمحال هل هو التمثيل يعني المكسيمم او الهدف الاقصى للعالميين انا تيفي is my baby يعني انا بالنسبة للتلفزيون مفيش بياخد مطرحه وبقول كل الموزيعة عندها دور تلعبه باي حقبة من عمرها يعني هذه قصة انه ما بناخد غير صغار ما بناخد هذا بالعالم العربي لسوء الحظ عندهم فكرة انه خلاص منجيب مس تفاح مس بطيخ ومس اعرف شو مصير هي الموزيعة الفزيعة بس كل انسان وبعمر معين له مطرحه في برامج ما بتتحمل صبايا مش لشي لو بديكون عندك كريديبيليتي وعندك برامج بده بس صبايا يعني there's a space for everyone هلا tv ما بقدر فكر انه اذا بدي وقف لا بدلوا بالسينما لا السينما is gonna be a plus اذا نفتح المجال وانا من النوع من اللي نقلت يعني برامج اخبار consultancy coaching رح بنحكي عنه اي عنه السينما ما في عندي شي ختام يعني ما في شي بيسكر عشي بده اعرف كيف دخلت على الست كنت عبتقولي هل دخلت ك image consultant كممثلة كمزيعة ولكن بعد الbreak ناخد جوان لما لواند متابعين ميبولوفيم مع لما لواند وحديثنا اليوم غير عن الميك اوفر وغير عن كونة مزيعة معروفة وكلنا معوادين على هالوجه الحلو على الشاشة رح بنحكي أو عم بنحكي اليوم عن فيلم اسماعية اللي هي اول تجربة تمثيلية لقالك قدي اسم فليب عرق تنجي رايحك وقديك عنده دور بإدارتك كممثلة فليب عرق تنجي هيك قلتلون بس مسكونني من ايدي طبعا تفركش انه طبعا تصوري اول شيء انه هيدا الشي انا عم بلج شيء جديد وما شخص مهم مثل فليب دونك اكيد فت على مين ووقتها فتنا للمثل انا مرتاحة لانه انا ما بعرف مثل في مين عم بيديرني كان فيه نصايح يعني اكيد طبعا اكيد كان فيه نصايح يعني عزبت بشغلي واحدة كتير لانه انا بشتغل بالتيفي تعرف وقتا مكون بالتيفي بديك روتور بدنا روتور لا ما بدي روتور بدي احكي مع الكاميرا لانه انا فيه ناس عم بيشوفوني انا بتحدث معك ونيك العكس وبشارك العالم اوتوماتيكلي بصد كلمة بدي اقول جملة قل لي نسيها نسيها للكاميرا ستوب يعني انت عم تعملي السينما بس اوقف ولا مرة مفاكريين فيها قلبين انه بين التمثيل والتقديم هو العكس يعني انا كان بدي اسأل قديش الكاميرا قديش وجودك قدام الكاميرا كل حياتك بريحك مزبوط كتير ريحني من اي ناحية انه خلاص عرفت انه بدي انسيها انا ما في عندي كان رهبة الكاميرا لا كان عندي رهبة بدي اعمل منيح I want to be good وكلتك يقول لي في لي عشو خايفي رح تلعك زمانك مزبوط بعيد اللسان مليون مرة لحتى اخد لانا بدي سو كنت كتير مرتاحة وعارفة انه اكيد رح يتلعشي منيح لاني I'm well directed definitely منسميون ولدي فو بروفيسيونال لما واحد ياخد من عمل واشياء على مكان اخر يعني الموزيع اللي فيك ضلت وعي على الكاميرا بس image consultant يعني هل حاولت مثلا تظهر من دوري بمسل بس سيدة الفسطان ما بعرف اذا يعني على شوي يعني هون اكيد في ديفورماسيون بروفيسيونال هلأ انا كان عندي ستايلست امورة اسمها لارا خميس هي اكيد ايلي لشو بدو اكيد فيليب اي الوين واجت لعندي عالبيت اكيد ريحت لانه عارف اكزاكلي شو في يلبوس بس بالفيلم اي يمكن كيف محل تحس انه كنت عطيت رأي ما عطيت اي ولا ما فتح للمجال فيليب خليك عم تمثلي ما ايضا اللي صار ادي اخذ وقت تصوير اللي كانت الابان برمير نعم اماتا صورتو ادي اخذ وقت تصوير هالفيلم هو الفيلم اخذ شهرين ونص هيك شي انا دوري كان على 11 يوم صورنا فيه وسنتين بين تحضير الفيلم لخلص الفيلم اخذت سنتين اي بارت من دورك استصعبت اكتر اول بارت اللي بتكون فيها هالام سنوب او تاني بارت اللي بيكون تغير وضعك نفسي تحول لوضع نفسي تعبين شوال اكتر هو الاكيد اللي بتاعب هو التاني اكتر خاصة انه متما انت قلت بدك تبرمي تبرمي يعني يكون الام السقيلة بصير الام المشفوقة عليها يعني صعب يعني صعب اكيد هال اوبوزيسيون اللي صارت فتحت معوضوع العمر قبل شوية هيدا شي بيعانوا منه الممثلات حتى بحوليوود يعني انه لما انه 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 بتشبه بعض للنساء بحق انت بعدك مبلشة وقتك اولا مصط بالتجربة وتانيا كان يعني لقى ادائك استحسان استحسان وملاحظات ايجابية جدا فبتفكر شوية بالدور انت قبلانة على مشروع تمثيل تاني ولكن اي دور عبالك تقوم فيه وين بتلاقي حالك بأي نوع شخصية هلأ في شيء كتير مهم انا حبيت انك فتحت الموضوع وترحت لمثل يعني صارت الميك اوتي اللي بتعرفي هلأ بهذا الدور بتكوني تعباني سوري لازم نشيل الماكياج اخطل لازم تعمليلي سارن بالقلم تعمليلي يعني ما عندي عقدة العمر بحياة الشخصية ما عندي اياها بظبط حالي وبنتبع حالي شيء بس ما معقدتني شيء تاني بلعب دور اي دور اللي كان اذا لازم يكون عمري سبعين يكون عمري سبعين ما عندي مشكل بس الدور بده يكون انا اكيد حبه يمكن مثل بمأني من المثلة يمكن نبلش مثل بدور اسهل من غيره قريب على شخصيت شوي قبل ما فكر اعمل شيء مقلو علاقة في يعني بدي يكون صرت شغلة كتير على حالي ما بعرف صراحة ما بعرف انا مثل مثلكم ضايفة بالموضوع يعني 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 ما فينا ننكر انه التمثيل ولما هالشخص بيظهر من حاله بيظهر من شخصيت وبيخد يبعد عن الحياة بيخلي يبعد عن اليوميات وكأنه هيك يهرب بمحل معين هل شعرت بهالشي بتصير بغير مطرح بتصير بس بالك تكون هيد الانسان اما لرانا يعني انت اما لرانا نسي لما نسي كل شي وخلص بدك تعيش الجو يعني بيصير في انفصال عن الواقع بشكل كلي انت عم تمثل بدك تكون خلص يعني خلص انت صرت هاي الشخصية ما في مهرب يعني فجأة انا مفروض تكون حزين وانتبه انه مثلا شريط جوزيف مش ضابط فجأة طلع رجع صير لما صعب شوية عرفته يعني لا اكيد بدك تعيش دورك بدك تكون بغير علام لما سؤال كتير حابب بطرح على حدا بعدد انه ما بنعرف نطلع بشكل طبيعي ما عم بحكي هذا اشتار بالفيلم مش مظبوط ولكن عم بحكي اجمالا وبيسيق حديث مع احد المنتجين مرة هون قال لي انه اي في ممثلين ما بيحبوا يبشعوا حالا لدور دخلت على عالم التمثيل كيف نخلي الحقيقة يعني تبع الفيلم تقشط لما بتحس ممثلين يعني اتعاملين فار اوفر يعني بمشهد حدا ظهر من البيت فشختين بتحس انه بس كلتي مصرح صهرة دغري يعني يعني صاري هاي دي مشكلة هاي دي مشكلة ما إلي علاقة بالتمثيل هاي دي مشكلة عايشينا بحياتهم الخاصة يعني الانسان اللي ما انه متصالح مع نفسه ولا مع حياته ولا مع عمره وما عم يفهم انه كل حقبة بالعمر الى حسناتها مثلي انا بس ناطرة صير تاتا بعد ما ما تجوز ولا دي بس مفكر كيف صير تاتا فلازم كل انسان يعرف انه في مطرح لكل شخص بكل حقبة من عمره بدك تبلش تداويهم هولي المسلات بدهم مداوات يعني انه يحبوا حالهم تنعوا انه هنا عم بيكبر بالعمر كون اكيد كل شي بيجي معه اكيد ما فيك تنزل تشتري كيلو بنادورة وعامل مكياج وطيبك انا كريحة سهرة في منتج مؤخرا يعني في منتج مؤخرا اشتكى من انه ما بقع منلاقي دور تاتا ما بقع منلاقي ممثلة تلعب دور سيدة عجوز يعني كله صار مجمل مثل بعض نعم صير تقول انه من مين قبل مين يعني مشانا هيك بتحس كمان ان كان فيها المسلسلات او هالفلومة كأنه بيركوا اكتر شي لانه ما بيلاقوا مين يمثل ما بيفكروا يعملوا مثلا فيلم ايلوا علاقة بحياة النساء فوق الـ 45 يكون هو موضوع فيلم الاساسي لا بتكون دايما هي الدور السنوي برا اذا بتشوف كل الفلومة بتشوف عن الميد ايج عن كل شي وبيكونوا اخدين كذا اسكار على الفيلم نحنا هيدي اتسا منتاليتي يعني يعني بيضل الشكل الشكل اهم من المضمون يعني ضل بدنا نبين مرتبين وقلنا بيقولوا عننا يعني هيدا هيدي العقد اللي عنا ايها قالتلي ما علي بدك تلتلت هالعيني انا بتحدث مع الناس بعدين الحلو انه هالشي ما اكيد ما شفنا بفيلم اسمعي اجمال ما بنشوفه بقفل فيلم عرق تنجي خصوصي مع وجود ممثلين شباب يعني هالممثلين الشباب اللي كانوا كتير مرتاحين وعندهم هالشغف الكبير لحتى يظهروا بشكل تمثيلي يعني اضاف ما فينا ننقر حتى كان عندهم كامستري حلو كتير من بعضهم فعلا وكل شي اذا بتلاحظ يعني ما كان في شي مركب يعني انا اول دور للي عملوني كتير مادام سناب لانه هذا المطلوب هذا كان الدور بس اذا بتروح بالموفي كل الاكترز كان في انسيابية ان كان بالمضمون او بالشكل او بكل شي ما كان في حدا تحسي انه لأ شخصيته اللي بدأ تضخوا كيف يكون الفين الفيدباك من لبنان كان حلو كتير عم تشوف صور من اللونش بدباي كيف كان الفيدباك هونيك كان الفيدباك عظيم يعني انا تعجبت كانت الناس يعني وقفوا بالدور يعني ما عاد في محلات ما عاد في محلات صار في يعني بعض الناس يقولون يعني بعطيكم الكارت انا حاضر ما كنت حضرته انا وهذه ما كنا حاضرينه كان شغف نشوفه اكتر فكان في اقبال شديد لالو الـ الـ الناس كتير عطت رأيها وكان في استيعاب لهالجرأ الكات موجودة بالفين اكيد كيف رأي او رأيين عطوا رأيهم بالفين بهذا الموضوع بالذات بس بس اجمالا كانش كتير مياح لما لو انت خلينا احكي شو عنك بعض كبرنامج متابع وعم بيكون لك وشو في اليوم شو بتحبي اكتر شي بمسير تيك كمؤدم البرامج كميكوفر كونسلتنت كمزيعة اخبار كمزيعة اخبار تشتائل شي اكتر من شي او اليوم عبالك اشيات تانية مثل التمثيل مثلا عندي فالكوندوكتور انا من وقت ما بلشت ان كنت مزيعة او انا لي بقفت لأخبار لانه ما كان عندي تعاطي مباشر مع الناس واطلع مكذب اخبار كذب انا معت فيي اطلع كذب عن الناس اتوال سمتين لان تعرف بيجبروك عندك اشي حسب وين كمان كله عندك فيه كوندوكتور بدين يجبروك بلقطوك من رائبتك بدك تقول هاي دي قبل هاي عرفت يعني ما بدي يعني ما عم تظهر شخصيتك ابدا حسيت حالي انا عممثل هوني كنت عممثل وما كنت انا من وقت ما كنت قدم برامج انتقلت الفرنسوي بعدين على العربي بعدين عملت برنامج مع سامي كلار كان كمان فيه فنانين مواذب كان ما فيه محل بلاقي حالي اكتر من محل لانه الفرنسوي هو الناس حتى عبر الشاشة عندي كونتاكت انا الكاميرا بالنسبة اليه قاعدة معي مش ضد اعرفت بتدخلني على العالم هيدا كان ضروري هلأ السينما اكيد الناس البيورز هني دايما براسي انا بحب شغلت بحب الميكوفر الكنسلطانسي اكيد كمان تكون رولاسيون بس صعبة ودقيقة انه تجي تعطي رأي وقالبار يعني بتياب بشي يعني مزبوط يعني بده هيك طريقة انه الواحد يقدر يمكن انا فج وعفوا بس فيه سهولة عن بعض الناس يحطوا حالهم بما كان بيكون فيه بروفشن يعني انت عم تشتغلي بمعجل صليك سنين في حدا عمره عشرين سنة خبرة سفر بيقولك انا مثلك انا كمان كونسلطانس او ميكوفر كونسلطانس او شي يعني هذا كمان اشي بتصور بتعانو منه لا لك شي هلا دايما دايما عنا بلبنان شي اسمه فيروس بيدرو عدوى كله عدوى عدوى يعني مثلا طلعت هيفا عمشارات السود وحتى لونتي صرف عنا فيروس في هيفا هلا عنا مايا عنا ستايلست عنا مايكوفر ما بيعني انه ما فيه ناس شاطرة فيه ناس كتير فيه عدوى ستايلست هلا كله كله بيعد بعضه ديزاينر واحد بالعالم لأ فيه عدة ناس الدني بتسايل لكل العالم بس حلو يكونوا متمكنين من اللي عم بيعملوه مش تنظروا عن الناس أنا وقتها بطلع بإلى لأدال كيف لابسي هيدا الفلسطان البرجولا اللي كنت لابسته مش مسموح يعني مش معقولي فأنا وقتها بإلى مش بس بس كتب شو في شغلة بدي أقول ليش لأ صح في طريقة قناع ليش لأ لأنه مثلا ما بتلبسي قصة هون وعندك بطن ما بتلبسي لون واحد وانت ضخمة أنا ما بتلعب بقول الفلسطان كتير كيوت الفلسطان ما بينكت بدك تفسر لهالمشاهدين اللي بيوجه ليش انت لابس غلط فأنا صحيح كتير برئاسي وبيعرفوني أنه ببروش الناس ببرنامش بس دايما بطلعوا مع بسمي بيركدوا كلهم بليز إلينا ليه لأنه ما بنظر عليهم بيعرفوا أنه عندها جواب هالمخلوقة في شي علمي يعني كأن عبين حقا بكل شي سو أنا بنصح له الستايل وكل الناس اللي عمشتغروا بالموضة عرفوا تقنعوا حبيته أنت لا تحبي أنت خير هم إذا أنت حبيته تفسري أكتر بيلبق لأ أكتر لما لوان كتير مبسطنا بهالحديث ورانيا حضرت مرتين الفيلم قدما حبت القصة والتصوير والممثلين ولملوان ولملوان بشكل خاص تاكي لوجودك معنا على أمل نلتقى فيك قريبا إن شاء الله تاكير نحن أهلا سهلا شكرا لكن فيلم سماعي اللي بصليت اللبنانية من الأسبوع الماضي من طرح ومن حمس الكل أنه ينزل لازم ويحسوا قبل بوقت لأنه بيكون مفوّل على فكرة لبس هالكلمة نقول بقدما فيكن عبكي لأنه بفكروا أنه الفيلم اللبناني بيقعد عشر شهور إذا أنت ما حمستوا الفيلم اللبنانية بك لنتاج المحلي لازم بأول جمعة صحيح لا تنطروا لأنه بعدين منشلف شكرا لك لما حضر بليز منيح عنا واتس ام تي في بعد بريك مع البر اشتركوا في القناة